اشتركوا في القناة وفعلوا جرس بشارككم جديدي وبشمشوا مع بعضنا نتسوقوا شوية بعد ما افترت فتوري وستمتعت بقيوتي عملت لعالآبم تاع الكوفلاند شنو اللي مهطتها لسبوع هذا هي دي ما تحبط من نهار تلربع حتين تلخميس وشفت اللي استمتعي شنو اللي حاجة اللي نقصتني قيتهم مش من انساش وشيت شبعانة على خاطر علميا اثبتوا انك كنت تبشي تقضي وانتي جعانة تولي تبشي تقضي اكثر من لازم وبعد كيف تروحوا للدار تاكو برشا حاجات ما هيش لازمة وفلوس كتضيع في حوالي اشتايفها خديت بانان خضرة فما برشا حاجات يا انجنرال لكم لاحظتوا انها فما غلاء في الخضرة في كل شي اما به يزادة كيف الواحد يعرف كيفاش يتصرف وهكا يشري كان في الصالد ويشوف وين الصالد بالضبط موجود وان الاغلبية فهل الصالد والحاجات المستحقت لهم نولي نخذ منها انجنرال تعجبني ياسر الكوفلاند خطر ما نستحقش بش نبقى نستنى في الصف وبش نبقى يعني يسهلوا علينا تعبرتو لابريلي يذيك اللي استعملتها السكانر ما غير من واحدي واحدي نشوف قضياتي نسكاني كل شي وهذه كيف ما تشوفوا هذي في الفيديو نسكاني كل شي ومبعد نجي طول نخلص وكهو ما غير لا نبقى القضية نخرجه ونحطه في الكاسة ونطع بكاكة وإلا زادة نبدأ شايفة معناها ما نفوتش الفلوس اللي عندي فهمتو ذيك زادة اوبسيون اخرى به يعني موقاش نمشي في الكاسة ونبدأ خايفة جي أكثر من فلوسي ولا معناها من واحد ما يكونش أليز برشا بعد ما كملت قضيت تعملت طلع على التركي دعون نوريكم شو ما الحاجات اللي قضيت ومن عندهم لهنا يا كل عادة خضيت الأعظام احنا نفتر ياسر الأعظام في الصباح خضيت الجلاس هذا يكن صراحة يعني هو سومه 3 أورو وخمسين ولا حاجة هيكة كانت بطيحة فيه الكوفلند بأورو وسبعين يعجبني ياسر الكراميل يعجبني بتاع القهوة المرة هذي خضيت متاع الزوزة ما عجبنيش برشا برشا صراحة وخضيت تزاد هذية الحوت كان سومه في زوز أورو وصل لله 4 أورو تو انا خضيتها في الصول زادها بأورو 90 يعني سومه معقولي تمام برابور الصوم العادي تمام به يعني هذة ما من عنده تركي بطبيعة لازمني شوية زرع هكا الحاجات اللي تفكرني بدونه زو نحبها هكا نركش مرات في الليل هكا بعد ما ترقو دهيبة نركش في باركون نقود نمنجش شوية زرع ولا نمكنه خرج البلاسة هكا نمنجش شوية زرع لو حدي تفكر شوية تونس أخذيت سلاتا أخذيت البطاطا زادها كانت بطيحة فيها الكوفلاند في الصولد أخذيت الففل ملون الفقوس تماطم يعني الحاجات الخضرة هيكة اللي ديما نستعمل فيهم أنا نحب في فطور صباح ديما الفقوس وتماطم سيريزة الصغيرة زادة من نحبها ديما في الفطور معا شوية عظام زادة زنجبيل زنجبيل هذية نعمل في الدين وإلا زادة أن نعصرها معا سنيريا اللي هو الجزر خذيت العنب يعجبني هذية من غير قلوب خذيت زادة البنان الهايدل بي من شعر شنو اسمه بالعربي زادة نحبه برشا وروفيه برشا منافع هذية خذيت الفرماجز دي يعجبني في السلاتا يعجبني في فطور الصباح معا حكة تن وزادة اللفحات متاع السلاتة هذية تكون حاضرة محلها زادة تبدل هكا مرة نكهة السلاتة يعني مش نفس التفويحة وكل زادة أخذت الخميرة هذي كمتاع الخبز وهذي لابري متاع الدراجة تنجم تكيس فيها 15 اوبسيون هنا تنجم تكيس الكالوري تنجم تكيس الكيلومتراج تنجم يظهر لي حتى طاقات الكلب يظهر لي فها برشا برشا حاجات يعني اوبسيونات طيارة وكانت نطيحة فهل كافلاند في الصالد يعني سامها يظهر لي بزز ايرو يعني مش حاجة كبيرة واخذت هذي يا زادة انتاع المشوى عجبتني يعني تحس هكا من عشرة ايرو طيحوا فهل ثلاثة ايرو تسمى باللي كده وحامل حاجات اللي تبقى ديما يعني واحد ديما يستعملها لهنية زادة استعملت شريط الخبز هذي زادة بنين ياسر جربوه لبنات نجم وحتى تاكلوه وحدها من غير حتى مغير حد شاي معناها لفرماج لحد شاي معمول بالسرنايريا فيه برشا فيتامينات وبهي برشا يعني حتى لصغاركم باهي هذي الحليب زادة سمح ثلاثة فصل الخمسة هي بنتي مشي من شرابة الحليب اما نحاول كل مرة هكا نعطاها شوي هي مش من شرابة الحليب اما زادة نعطاها مشتقة الحليب ليغورة نحاول خذيت زادة بتسويس نحاول كل مرة نوع لها حاجة زادة خذيت اللينار كانت مطايحة فيه الكاوفلاند في السولد يعجبني لصفر يفوح اللبسة بالليك دا بالليك دا ولهنية الكفارك زادة مانيش عارفة شنو هي بالعربي هي وكيف اليغورت اما اخذر شوية من اليغورت خذيتها من طعم الفانيليا يعجبني هكا مرات كيف نحب نفطر حاجة خفيفة شوية موسلي ومعي يغورت وكهو هذي القهوة زادة تعجبني هكا كيف نبدأ ماشية في البسكليت ما تطيحش وما تبزعش وهني في نفس الوقت نشرب قهوتي لانا ردعت البطاطا حطيتها في بلاست نظم كل شي في بلاست هذي بالنسبة للكرب هذي بتاع البطاطا وعندي واحد اخر زادة للبصل من مركة توبروير طيارة يعني حاسيتها تصبر ياسر تخلىها البطاطا حتى بمدة كبيرة مغير ما يخمر ومغير ما تصير لحد شي بعد حطيت تعبيت الماء وحطيت فيه شوية خل وغصلت الديسير والخضرة اللي كانت عندي بش من بعد ما نبقاش هذي أنا عملها مش وديما لبنات كيف يبدأ عندي وقت من ولي نعقم كل شي ويبدأ مخي مرتاح حتى مرة أخرى كيف بنتي تحب تاكل حاجة ولا خضرة ولا مثلا تفايحة أي حاجة مثلا نجي تورناتها من غير ما نبقى خايفة ونقول هني مغسلتش ولا دوب من مصمصة ويبدأ مخي مرتاح وكهو بعد ما كملت الحاسة ورجعت كل شي لبلاسته وانا من مبارح يعني من برمجة شنوة بشن طيب يعني كفقت الصباح خرجت الحام المفروم خاطر كنت حاشتي بيه مش نعمل صندويتش بنين ياسر ياسر وزد برمجة بشنشري الخبز العربي من عند التركي اذا كعليش مشيت له وتو تشوفوا معايا الوصفة السهلة ياسر وبنينا بالحق يعني تنجمو تكلوها في العشاء في الفطور بنينا برشة برشة بين مطعمها كأنك يعني من منظرها يشاهي بين كأن خبز من طبق كأنها بات هكا يعني عجنينها وحدكم وهي أكل الخبز العربي والله في برشة برشة حاجات يعني تنجمو تعملوا بيه الخبز العربي أخذت الهنية لبصل والثوم رحيتهم مع بعضهم وبعد خلطتهم مع الحام المفروم قد مذاب لي دي ما بقي شوية للحم المفروم زد خلطها شوية للميكرووي فاذا قالش لونها شوية هكا بين هكا طايب شوي خلطت الخلطة متعيا زدت البهارات الكركم شوية من الملاح شوية زيت زيتونة شوية ففل أسود كان عندكم جوستطيب زد روي جبنين ياسر ياسر مع الحام المفروم زد زنجبيل بودر وشوية كليل وشوية زعتر ومغرفة كبيرة من تماتهم كونسنتري خلطتهم الكل مع بعضهم وهكا الخلطة متعنا كملت خديت طرف خبز هذي الخبز العربي حلتها على ثنين وحطيت في النص الخبز اللي اسمها الخلطة متعنا متع الحام المفروم وزد من الفوق شوية فرماج كان عندكم فرماج ربي جبن موزاريلا وإلا أي نوع متع جبن وتوفر عندكم أنا يعجبني وحتى تنجم وتستغنوا عليها حتى الحام المفروم واحدة هي جبنين سخنت المجلة على نار هادية مع مغرفة زبدة وإلا مغرفة زيت نباتي حطيت الصندويتش وغطيتها على نار متوسطة كل مرة ناكل بمنشيرة لين يتيب معنا الحام المفروم وهذي النتيجة نهائية جت وصفة يعني صندويتش بالحق بنين برشة برشة نودكم ولانشاهيكم جربوها الوصفة سهل ومشي دشبقت ومفيش يتعب ومفيش يعني عجنين ومفيش هرج نودكم بالحق ولانشاهيكم إن شاء الله إذا عجبكم الفيديو وعجبتكم الفكرة الروتينات ما تبخرواش عليها بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وشوية كومنتارات هكا يشجعوا شوية ونخليكم على خير باي باي اشتركوا في القناة